تحت شعار الواحات بمناطق الصحراء وآفاق تشغيل الشباب احتضنت واحة تغمرت جماعة آسرير بإقليم قلميم أشغال المنتدى الجهوية للواحات والتنمية القروية المنتدى الذي تنظمه جمعية الساقية للتضامن الجماعي والتنمية القروية بتغمرت عرف مشاركة متخصصين ومسؤولين محليين ومؤسسات معنية بالمجال الواحي على مستوى جهة قلميم وادنون وعلى المستوى الوطني ستطلع كإدارة المنتدى أن تكون دورة هذه السنة لبناء أساسية لتوطيض ممارسات ثقافية تكتسب مصداقيتها من الفعل الثقافي الجاد والهادف الذي يجعل منها وسيلة ناجعة لملامسة القضايا الوطنية الكبرى ويساهم في تفعيل الدبلوماسية الثقافية المنتدى كان مناسبة ندعى من خلالها الباحثون والمهتمون بالمجال الواحاتي إلى ضرورة الحفاظ على الزراعة العائلية بالواحات والبحث كذلك عن السبول الكفيلة بتطويرها ترجمة نانسي قنقر